فإذا إحنا قلنا شهادة الرومان وشهادة اليهود وأكيد في شهادات أخرى عندي شهادات أخرى يعني إذا حبيت أروح مثلا لبعض الشهادات الجغرافية المرتبطة بعلم الأثار وإحنا ندور دائما على الأثار ندور على ما تبقى لنا من زمن قديم يؤكد لنا سير المكتوبة في الكتاب طبعا أنا قلت ما كتبه وليام رامزي عن كل أحداث سفر الأعمال وإنجيل لوقة كتابتا وتأكد منها وقضته إلى المسيح لكن علم الأثار مثلا يقول لنا أنه في الحكم الذي أصدره بيلاتوس البونتي كان ينبغي أن يأخذ عليه موافقة من القيصر لأنه بيلاتوس كان والي في اليهودية وكان لازم يأخذ الموافقة من قيصر وكان لازم يبعث الريبورت بعد كده التقرير لقيصر فهذا الحكم وجدت نسخة منه موجودة الآن في الفاتيكان في روما بيقول إيه؟ بيقول هذا الحكم كان قد كتبه إلى تيباريوس قيصر نقططف منه بعض الأجزاء بيقولي ألقى الأوباش ويقصد الأوباش اللي هم اليهود الثائرين ألقى الأوباش الهائجون القبض على يسوع ولما أنسوا عدم الخوف من الحكومة يعني تجرأوا على التعدي على الحكومة الظنوا مع زعمائهم أني جزع ده كلام بيلاتوس أني جزع منهم ومن ثورتهم تمادوا علي بالصياح إصليبه إصليبه ثم طلبت وغسلت يدي أمام الجمهور مشيرا بذلك إلى استهجان عملهم ولكن لم يأتي ذلك بثمر فإن نفوس هؤلاء الأشقياء ضمآن لقتله هذا ما كتبه بيلاتوس البونتي عن حدثة موت المسيح كتب أيضا بيلاتوس البونتي وأرسل هذا المكتوب إلى تباريوس قيصر ويوجد نسخة منه موجودة في الفاتيكان في روم كتب عن كيف سلم جسد المسيح ليوسف الرامي يقول إيه قد أجبت طلب يوسف الرامي بتسليم جسد المسيح أو جسد يسوع وفي الحال أمرت ماثلوس أن يأخذ بعض عساكر معه ليلاحظ وليباشر دفنه لألا يتعرض أحد له وبعد ذلك بأيام قليلة وجد القبر فارغا وأذع تلميذ يسوع في أطراف البلاد وأكنافها أن يسوع قام من الموت كما كان قد تنبأ وهذا الذي كتبه بيلاتوس أيضا أكده شخص آخر اسم جوستينوس سنة 139 ميلادية أكد ما كتبه بيلاتوس إذن نحن أمام شهادات يهودية شهادات تاريخية من الوثنيين وشهادات أيضا جغرافية من ضمن الشهادات الجغرافية اكتشاف العلماء في سنة 1280 في إيطاليا في مدينة نابولي أيام ما زحف في ليب الرابع مالك فرنسا اكتشفوا الصور للحكمة الذي أصدره بيلاتوس بونتي اللي أنا آريت منه دلوقتي فهذه اكتشافات حديثة كل هذه الاكتشافات تؤكد لنا موت المسيح تاريخيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر